تخطط كمالة هارس لإنفاق 370 مليون دولار على الإعلانات خلال الفترة بين أوائل سبتمبر والانتخابات في الخامس من نوفمبر ووصفت كمالة هارس بأنها أكبر حملة إعلانية رقمية في تاريخ الولايات المتحدة يأتي كشف هارس عن هذه الحملة الإعلانية في الوقت الذي تحاول فيه ترجمة سيادة جمع التبرعات البالغة 540 مليون دولار منذ دخولها في السباق الانتخابي ضد دونالد ترامب في يوليو إلى فوائد على مسار الحملة وقبل أيام من المناظرة الرئاسية الأولى تنصح النائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابورد التي تؤيد حملة دونالد ترامب بالتركيز على محاور سياسة المرشحة كمالة هارس في المناظرة المقبلة جابورد التي ترشحت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عام 2019 ضد كمالة هارس وجو بايدن عينها ترامب مؤخرا للمساعدة في التحضير للمناظرة التي ستقام في العاشر من سبتمبر وأصبحت جابورد منتقدة صريحة للحزب الديمقراطي منذ تغيير انتمائها الحزبي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2022 هذا وعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مسار الحملة الانتخابية لينضم إلى نائبته كمالة هارس في حدث عيد العمال في بنسلفينيا بعد أن أمضم معظم الأسبوع الماضية بعيدا عن الأنظار وظل بايدن بعيدا عن أعين الجمهور لفترات طويلة من إجازته الساحلية حيث وضع خطة لكيفية قضاء الأشهر المتبقية له في منصبه وعاد من جديد لدعم هارس قبل العودة إلى واشنطن أما ماذا تقول استطلاعات الرأي اليوم بحسب صحيفة واشنطن بوست لا يزال تقدم نائبة الرئيس كمالة هارس في الغرب الأوسط ثابتا في حين لا يزال دونالد ترامب متقدما في حزام الشمس ويتقدم دونالد ترامب في أربعة من الولايات السبعة المتأرجحة لكنه سيحتاج إلى إضافة ولاية أخرى للوصول إلى 270 صوتا انتخابيا وبسبب ميزة الجمهوريين في الهيئة الانتخابية فإن الصباق تتقدم فيه هارس على المستوى الوطني بنسبة تراوح بين النقطتين وأربع نقاط نقطة مئوية